السلام عليكم. راح اشرح يسي جي. بس قبل ما ابدأ يعني التطبيق راح يكون عملي. اوكي. فياني يسا انا فاتح منزمتنا. بس مرح اقرأ يعني شي شي. مدام هو عملي فاش راح سوي راح اشرح الصور الموجودة. راح افهمكم. بش انو انتو ساني مطلوب انتكم هي قراءة. بس خلنفترض انت وده تقرأ يعني خلنقل علامتكم طريقة القراءة قبض وشوف هاذا معانا وهي شي. شوف هذا معانا وهي شي قبض. وهي تقوم بتطلق. بس خلنفترض انت شفت قدامي دكتورة فراح تسيلك على ممكن اي شي. ممكن تسيلك على شي بسيط بس ما تعرفه. لان بس جاي حافظ الخطوات ما القراءة وهي. فما راح تفتم هذا الشي. لهذا راح افهمكم على سالفة التجاهية الكهربائية القلب وهكذا. وان ده نحط اليدات. يعني سوال فممكن تفيدكم كلها عموما. بس الشرح ما راح يكون. ابدع الكنام. كله على الصور. مهم. بلش. اول شي ادنا باعه. كهربائية القلب. احنا مارا علينا كلها الاساينود. واصلا على اليوم مبتحني. نسان ده سجل يوم خميس. كهربائية القلب تدرون تنتقى من الاسايل هنا. بعدين منا على الهنا. اوكي. بعدين هي شي. ها مودة تكمل على الفنتريكولز. بعدين كهربائية القلب مودة تتجاه هنا. لازم تتعرفون انه تجاهية كهربائية القلب بشكل عام يعني من ناخذها دائما بالرسم. دائما اكبر اللعيفات اللي نعتمد عليها. اساس تكوينها هو التجاه اللي هي شي. اوكي. فلاذا سمرا رح نحكي. نقول ان مثلا الليد. اذا مو تجاهة كهربائية قلب. اذا اكو فدليد هنا. يعني دي صور من نونة. فالتجاهية ما تهمنا من نونة. رح ينطينا صعدة. قامزة بالرسم. اما اذا اكو ليد عكس رح عكسة تجاهي ما القلب. رح ينطينا نزلة. اوكي. هذا الشيء اساسي اللي عزمة ارفو. احنا التوليدي الرئيسي سلي رح نقراه ماذا شنو رح يكون عبارة عن. هامنا رح نحكي على الكهربائية اللي هنانة. بس يعني الرئيس رح يكون على هذا. فلهذا رح اعوف هاي حاليا هذا الكل الحشي. رح نحكي الكهربائية تلقية بعدين نرجع للليدات. اه شوفوا هاي الرسمة. حلوة. هاي شوفوا كهربائية القلب موجد منها نسائل اي في نوت. بعدين انتشرت. ما انتشرت كهربائية قد تشوفون انه يعني ما توزع منها منها. لأ نزل بهاي بالليفت. بعدين قام ينطيل الرايت. اوكي. بعدين من نزل اتجاه يامات صارت هيشي. اوكي. اذا شوفونا الاسم هيشي. اللي يعني محصلة مالتها هيشي. اوكي. بعدين كهربائية انتقلت هيشي قامت تتوزع منها اوكي. فهاي هاي فايزات. اول شي هاي فايز. هاي الفايز ما يعني الانتر انتر 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 كرال سبتم. اما الهنان اا دي افايز اي بيكس. اما هاي الهنان دي بالالزيشي ما البيس. كل واحدة منها راح تضطينا راسمي. اوكي. فاحنا الليدات قبل ما اشرح عليه المدرش. اوكي قبل ما تعرفون الاتجاهات الصحيحة. مسست هذا الفي سيكس. اوكي راح نارفه بعدين انه هو الاتجاه يمات تمنه. وكودت تشوفو واصلا راسمي هنا. معنى هو انه هو هنا. فايشي يجيب اتجاه شي يسوي ينطينا عاقس التجاه ينتج عاقس عاقستي باعتباره انه مع بالك صاعدlengthي انه زي فوق بشكل مباشر راح تطينا قمزة مثل هاي القمزة اذا عكس الاتجاهية بس بشكل كلش قليل راح تنطينا مثل هاي هاي النزلة البسيطة وهاي همنا كذلك فياسة راح نشوفن هس هذا الفيسيكس اول شي راح نقل عليه اول شي قلنا هاي الفيز من اليسار الى اليمين الفيسيكس راح شوفو منه فهو يعني اتجاه هي شي اما الكهرباء يده سوي هي شي فمعناها شنو معناها عكس اتجاهية القلب فشنش راح سويناها سوينا لجوه بس نفس الوقت عبالك انه هي يعني عمودية عليه فما راح تكون هذي شي القمزة الشبيرة فبالنتيج راح يتولد عندك هي شي اما بالمقابل التجاهية هذا مو هي شي التجاهية القلب منها الرئيسية الفيس 2 من هنا بالتجاهية صح له لا يعني كلش بالتجاهية فشنطتنا بعد تشوفون هاي القمزة كلش قوية بعدين التجاهية اللخ صارت هي شي هي راح تكون نموها هي شي اوكي يعني سالسة ومو كلش مضبوطة طبس هو التجاهية هاي هي شي هاي لسا بدأت انتشر هي شي فش داي صير داي صير هي عكسة هي شي عكسة بس عكس كلش بسيط اه لفوق وعامودية فشح تنطينات نطيناها نزلة بسيطة اوكي افهموا فكرة؟ الفكرة مالتجاهية الكهربائية كلش مهمها هي باي رسم واساعدنا الفي وان الفي وان دا شوفون راس بي هنا فاهمنا نكمل السلفة الفكرة وتكمل بعدين نرجع لليدا تشوفون الكهربائية تتجاه هي شي هو الفي وان هي شي اوكي تجاه هي شي واذا نتقي من دي الجنوية اوكي انا صح انا قبش رسمتين هي شي بس يعني تشوفوني الاسهم متقاربة كلش علي فنوعا ما صار باتجاه يعني هزا هذا السهم صار باتجاه اوكي هو هي شي فش راح يصير راح يصنطينا صعدة ما انو باتجاه باتجاه هذا الفكتور هاي او الفيز الفيز الثاني الا عكسة هو مننا نصير هو يعني هي شي نازل اما هاي دا صير هيش عكسة فما دام عكسة تماما انططنا قمزة كلش قوية لجوة لان عكس ما دام عكس نزلة قوية اداوية دا اداوية صادة هاي الفكرة بعدين عدنا اللي مننا من انتشرت طبعا مننا سبعا تنتشرت مننا ومننا ما البركنجي هاي من انتشرت دا شوفوني انو تجهت وياه باتجاه بس هي الاتجاه هي رئيسية مارتها تكون لفوق لفوق من ناتو دي تتتشر هذا اللي هنا هيش البسيط اللي ما كلش كلش ناوياتجاه هايش ايش عايز الكترك يعني يكون اللي ما عامودينا وعمو بس همي ناوياتجاه ش راح ينطيط طيقامزة بسيطة هاي كفكرة عمو عن نسافة الاتجاه يعني ومد تعرفون الكيوار اسم كنتا تتولد فسنا نعوف هذا الحال الشي اذا ما كليش افتهمته مو مشكلة همينة بس علي انو دا افهمكم من شون كربا يدي تمشي فسنا نرجع للليدات اليدات عندنا هي ستة وتنحط على الأطراف وستة تنحط على الاتشيست بس هذه الستة اللي تنحط على الأطراف مو أنا أحطلك ست لزقات على إيدك لا كل اللزقات اللي رح يصير هنا أربعة OK واحدة هنا رح تكون وحدة هنا وحدة هنا هذا اللي هنا رح يكون معرض فأصلاً رح يشتغط بلها شي لهذا الشغل رح يكون على ذنية لتلاحة هذا الجهاز هو اللي يعني يقيس كهربائية بين آターين أنت ما يحتاج حط يعني ست لزقات حتى تعرف كهربائية ؟ لا، أنت تتحطها ذنيا، بس التهلي هنانة هو جهاز رح يقسين. فشنو؟ إحنا ادنى من هذن الستة. ادنى ثلاثة يوني بولار وثلاثة داي بولار. مثل شنو إداي، شنو اليوني. اداي سنعرف أنه ثنائي. ثنائي معناها ثنائي القطب اليوني أحادي و أحادي القطب. زين. ثنائي معناها شنو ثنائي القطب يعني عند قطب سالبة. قطب موجب. أوكي، الأحادي لا عنده بس قطب موجب فشنو القطب الموجب احنا مثل ما نعرف بالفيزياء يعني الاكترونات من تتحرك من السالب الى الموجب اوكي فالفكتر يعني اللي هو المؤشر مع التجاهية الكهربائية دائما رح يكون من السالب الى الموجب التجاهية السهم هاي هو رح يكون المكان اللي دا يتصور قلب من عنده يعني هذا السهم من يديه تجيه يجيش داي مثل داي مثل انه صورة صورة الكهربائية ما القضب منها الاتجاه لاتجاه اوكي اما اذا سي رح يجينا فالفكتر نازل لجوه و القضب هي اتجاه هو المعنى هذا الفكتر اللي داي صير هي c ما دامش داي روح من جوه معناها مين دي يصور القضب من هنا ماناها مين دي صار دي صار من هكا كفكرة عامة فساعدنا الداي الداي يكونة ليتو ليتثري سهلات اللييد وان اليد اليمن رح تكون عندنا مهمة ستكون دائماً سالبة فالإيد اليمنى سنربطها بالإيد اليسرائي فالتجاهية ستكون من هنا فهذا الفكتر ماطا يجب أن تعرفون التجاه همين فما دام هو من هنا ستصور من اللاترال عندنا الليد 2 همنا من الإيد اليمنى إلى الرجل اليسرائي لأن الرجل اليمين لا سندخلها بأي شيء فمن ستكون التجاهية؟ فمن ستصور القاذب؟ ستصورها من الجهة الإنفريار هذه فكرة التصوير ستفيدنا بالسكتر القلبية لازم تعرفوها لا يوجد أحد يقول لازم أغلسها لي لأن من ترى أكوفة شك أنه سكتر قلبية لازم تتأكد من الليدات اللي نفس الاتجاه مثلاً عدنا هذا الـ AVF السالب ماتة والموجب ماتة الرجل اليمنى فالتجاهية ماتة ستكون هيتشي ستصورها من الجهة الإنفريار دعنا نقول مثلاً فرضاً شفت أكو دليل على أنه سكتة قلبية وهذا الهنا فرح تتأكد من أخوه منه أخوه فاستما مر علينا واحد أمير ديفتر من نونة فديصورها من الجهة الإنفريار هذا هم ديصور الإنفريار حسناً هذه الثلاث ليدات اللي معناها ثنائية نجي للبي لليوني باي بولر أو داي بولر باي بولر باي بولر يسموها مهم باي بولر أو داي بولر معناها ثنائية نجي لليوني بس همنا بالأطراف بعدنا بالأطراف قلنا معناها قطب واحد يعني قطب موجب واحد فإحنا شرح نسوي؟ رح نصفر الباقيات رح نصفر اثنياً ونبقي واحد داي يشتغل هذا الواحد اللي داي يشتغل ولي يكون يتجاه بي فإسا شنو؟ أدنى ثلاثة A-V-R وشنو؟ و-A-V-F كل واحد من اسمه A-V-R يعني Right A-V-L Lift يسار هذا يمين و-A-V-F معناها قدم فشنو من اسمه A-V-R معناها الريدة الاتجاهية باتجاه اليد اليمين أوكي؟ فشنو؟ رح نصفر اليد اليسار ونصفر الرجل اليسار رح تكون الاتجاهية يجي فشنو هذا مين رح يصور؟ رح يصور همنا اللاترال وال بس اللاترال وال اللي مننا يعني أوكي؟ اليمين هذا دائماً عموماً ما يحجون به لهذا ما رح تشوف ورنا أصلاً رح تركز عليه فرح نعبره هذا A-V-L A-V-L مهم عندنا A-V-L من اسمه Left معناها تريد الاتجاهية أنت هي شيء A-V-L مدام Left فرح نصفر هذولي الاثنيين هذولي صفرتهم فصارت الاتجاهية منها مين رح يصور؟ رح يصور من الجهة الاترال أوكي؟ مدام صور من الجهة الاترال اليسار معناها أخوه منه أخوه اليد وان لان اليد وان همين يصور به الاتجاه فمعناها هذولي مشكلة بالليد وان تروح منه تشوف تشوف أخوه اللي هو يا هو A-V-L نفس الاتجاه بعد منه عندنا ال-A-V-F ال-A-V-F من اسمه فوت معناها الريد الاتجاهية تكون هي شيء فرح نصفر هذا الهنا ونصفر هذا الهنا فرح نصير الاتجاهية من صار هي شيء هذا يمنه عندنا مهم رح يصور القلب من جوه منه أخوانه مدام ديصور من جوه ترجع أخوانه هم الليد 2 اللي ديصور من جوه وأخوه الثاني هو الليد 3 أوكي؟ فإذا شفت مشكلة بأي واحد من عدن سواء الليد 2 أو الليد 3 أو ال-A-V-F لازم تتأكد من الباقين إذا كلهم بيهم نفس المشكلة معناها عندها سكتة قلبية سواء انجاينة أو مايكارديل انفاكشن آآ زين؟ هس هاي خلصنا من من الليمس يعني الروابط اللي دي نحطها بالأطراف زين؟ ومثل ما قلت لكم سالفة الرسم اللي دي يطلع سالفة الرسم اللي دي يطلع على كل الأقطاب تنطبق يعني سقلنا ال-A-V-F بهالاتجاه أوكي؟ معناه هي اتجاهية القلب فهمنا من يجي يرسم يعني هذا هي تشي شوية صاير عكسة فرح ينطينا نزلة بعدين قدنا هذا الفيس 2 وهي اتجاه فرح تنطينا صعدة قوية قدنا الفيس 3 لا همنا عكسة يعني لفوق وصغيرة مو عكسة كلش قوية بس مو من هي عكسة فرح تنطينا همنا نزلة صغيرة اوكي هذا مثلا ال-A-V-F فاذا ترجعون هنا انا متأكدون اذا كلامي صح لأولاء وينهم؟ هذا ال-A-V-F مثل ما تشوفون هاي الفيس 1 فيس 2 قوية لنفس الاتجاه فيس 3 صغيرة اوكي؟ نفس الشي الباقية نفس الفكرة كنت تمشون بهين اوكي؟ فهنا عدنا ال-A-V-R قلنا من ركز على صرفة السكتة القلبية بيه بس الركز عليها من ناحية الربط اوكي؟ ال-A-V-R اتجاهة القلب قلنا منها ال-A-V-R هو فعليا دا يكون عكسة اوكي؟ فلهذا اذا شرفنا ال-A-V-R مرسوم هايش من جوه رح نقول الربط صحيح يعني اندي اول فكرة تبدي تقراها بالشي اسمع؟ بال-E-C-G رح يعني اول ما تركز تقول لهم دكتورة ما دام ال-A-V-R اللي جوه معناها الربط صحيح اوكي؟ ممكن ال-A-V-R يكون لي فوق بس هاي حالة مرة ضيبة لين نحكي بيها فالشي اسمع؟ اسا خلصنا من الليمس اسا بعد نعبر للشيست الشيست مواقع حين المضبوطة مو مهمة بس لازم تعرف على اقل ان هنا وين سايرات على متعرفة من اتجاه الفكترات ويا كهربائة القلب ال-V-1 و-V-2 اثنان يصيران اللي قدام اوكي؟ هذا اللي قدام وهذا اللي قدام ال-V-3 هنا تقريبا صغير هسا تعدك القضب هيك صغير اوكي؟ هيكي فاذانا رح يصوران نهيك من قدام يصوران شنو؟ يصوران ال-Intervertical سبتم فاذا عندك سكتة قلبية بال-Intervertical سبتم ال-V-1 و-V-2 اكثر شي رح يبيني لها زين ال-V-3 و-V-4 ما علي هنا ذاك التركيز ذاين رح يصوران لك اتكم هذا الجدول هنا يختصر لك ال-V-3 و-V-4 يقول لك يصور لك ال-Intervertical معنا اسم وعدنا هذا القضب هيك صاير اوكي؟ السبتم صاير هنا فتقريبا هذاني اثنين يصوران الرسم لا N2D بس هو يعني ذا نجيها بالعقل القضب وين قاعد؟ بالضبط هسا هذا القضب قاعد هنا اوكي هذا ال-V-1 مالتا هنا هذا ال-V-2 هذا ال-V-1 والقضب مالتا هيك صاير اوكي؟ هذا ال-V-3 فرح يصوران اما اتكم ال-V-3 وال-V-4 هنها صايرات فهو القضب يشيني ال-Intervertical هو هنه رح يصوران اتكم ال-V-5 وال-V-6 صايرات من هنا من جهة اللاترال يعني منطقة الابط فاش رح يصوران؟ رح يصوران ها بالمناسبة الكهربائية يعني كالعادة همين رح نصفر البقية اللي مزوا هاي فهو يكون الاتجاه باتجاهنا يعني كل واحدة على اتجاهها اتكم ال-V-5 وال-V-6 رح يصوران هاذا اتجاه عليها نيتي رح يصوراني صوران اللاترال معناها ال-V-5 وال-V-6 اخوان منه اخوان ال-Lead-1 اخوان ال-Lead-1 اخوان ال-Lead-1 اخوان ال-L فاذا عندك مشكلة بهذه او مشكلة بال-Lead-1 او بال-V-5 او بال-V-6 رح يعني كلهم تشوفهم مشكلة بواحد منها تشوف البقية قبل اوك انا متتأكد بالحالات المرضية فاش انو احنا ال-V-1 مثلا قبل شيئس اطبقناها شفنا شون صارت الرسمة بالنسبة الي بس انا شوية هالرسمة مختلفة عن اللي شفناها بس المهم انو ال-S هم من الشبيرة باقي الرسمات هم من نفس الفكرة اه اسعدكم هذا V-6 V-6 مصاير هي تجاهيته 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 فانو اعمل نفس التجاهية من القلب فتشوفون ان ال-R شبيرة اعمل ال-V-5 هم من نفس التجاهية القلب فال-R ماتهم منها شبيرة وهكذا بالمناسبة اذا واحد مديرشن ال-R يعني اول phase من قلنا ترسم هيتش هاي اسمها Q هاي الصعدة R وهي S نحن 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 اسمها Q-R-S كوفلكس اوكي اها بالنسبة للليدات ومواقعها وهاء كذا هسا ادنا ال-E-C-G نفس الورقة شنو راح يرسملنا بها اول شي يرسملنا بها هي ال-P-Wave بعدين مسافة بعدين Q-R-S بعدين هالمسافة بعدين T-Wave احنا شغلنا الرئيسي راح يكون بها المنطقة ال-T-Wave راح نغلس عليه هنا وعما لان يعني ما اكبر من عندنا خلل نقول فال-Q-R-S اعرفنا شنو دة الرسم اما ال-P-Wave ال-P-Wave كلش سهلة انت عندك ال-Ride ventricle مو هو بي ال-AV Node ها هنا سوا هذا القلب ال-AV Node مو هنا صغيرة فهي من تتشر هنا قبار راح تنطينها صادة اوكي دي يصير Depolarization فتنطينها قبار الصادة لا اكثر الااقل Depolarization ما القلب قلنا شون انتقاله وهي شي بعضين هي شي بعضين هي شي بعضين هي شي اوكي اتجاهات الصغيرة كانت ها رسمناها ها يتنطين ال-Q-R-S ال-Repolarization ما الهذا يصير ضمن ال-Q-R-S فما يبين هاي اذا سألوكم عليها يعني وال-Repolarization ما ال-Ventricle كله ينطين ال-T-Wave اللي كانت مرسومة هاي استى ال-T-Wave اوكي ال-T-Wave قلنا تمثل Repolarization شوفوا قلت لكم اذا ال-D-Polarization اوكي ال-D-Polarization ويتجاه ال مثلا هو هذا ال-AVF اذا ال-D-Polarization ديصير يعني اللي هو تجاهية كهربائية القلب ويتجاه ال-Vector قلنا ينطي شي لي فوق بس ال-Repolarization حرفيا يصير عملية معاكسة فكهربائية القلب حصير بالعكس اوكي فا اذا فتشي ديصير عكس تجاه ال-Vector هم راح يطينا صعدة اوكي اللي هو ال-Repolarization مدحك بس بر-Repolarization لسه شنو قلنا قلنا يعني كهربائية القلب اذا هي شي وال-Vector همين هي شي راح ينطينا صعدة بس نفسه ال-Vector نفسه نفسه اللي وليسه ديصير على-AVF اذا ال-Repolarization عكسه ينطي صعدة اوكي معناها شنو معناها صار قدنا ال-D-Polarization لازم وية الاتجاه مع ال-Vector حنتين ينطي صعدة اذا كان عكسه تجاه ال-Vector ينطي نزله اما ال-Repolarization لا ال-Repolarization إذا عكسه تجاه ال-Vector ينطي صعدة اذا هي تجاه ال-Vector ينطي صعدة اذا هي تجاه ال-Vector اوكي فانا شنو هنا تي-Wave ديشوفونا انه هي دي فوق هي صعدة ليش؟ لنحن استقلنا AVF اوكي تجاه ال-Vector هي شي ال-Repolarization ديصير بهالتجاه عكس ال-D-Polarization فديصير عكس ال-AXL التجاه ما دم عكس ال-AXL التجاه راح ينطينا صعدة لو ال-Repolarization ديصير نفس تجاه ال-Vector في حالة معينة راح ينطينا راح ينطينا تي-Wave نازلة اوكي وهي مثل ما قلنا حالة يعني مال اكبر من عدنا اوكي فساش انو عسى ال-Graph paper الأرقام مالتها مهمة بس كل اللي يحتاجون تحتاجون تعرفون المربعات الشبير داخل خمس مربعات صغار اوكي هاي سافت انش كان مربع اكو راح تفيدنا لان الارتفاعية والهاية مال كل واحدة من عدهن لازم نحفظها فساعدنا قلنا ال-P-Wave الساعد عن ال-Waveات الطبيعية ادنا انترفالز اللي يابر عن مساحات نقيسها بين ويف و ويف اوكي فهذا الفقر حلو يفيدنا عنا ونعرف الانترفالز اول انترفال ادنا هي ال-Q-R اللي عفو ال-P-R ال-P-R اللي هي هنا مرسومة ال-P-R نقيسها من بداية ال-P الى بداية ال-Q-R-S هي صح اسمها P-R بس يعني تقيسها لحد بداية ال-Q-R-S هو عموما ان ال-Q-Wave مو كلش تكون واضحة بال- بال- ECGات دائما فيكون هنا فلاذا تقيس من النانا مثلا المهم ال-P-R تفيدنا لازم نعرف اشقد مساحته وارتفاعها العفو وهي بس طولها طول هذا المنونة من النار هنا اذا بيها ارتفاع مع ان ارتفاع مطلب لعننا بساحة المرضية مثل المهم الطول ما لا تفيدنا بحالات الانسداد الكهربائي اوكي فلازم تعرفون انه اكو شي هنا اسمه PR-Interval زيان عدنا بعض شي اسمه Q-T interval اللي هي مو كلش مهمة واصلا ما عدنا اشي عليها بس عرفوها هي شي انها تكون من اسمه Q-T من بداية ال-Q حد نهاية T وعدنا اهم وحدة اللي يعني تفيدنا بتحديد السكتات القلبية هي ST-Segment من اسمها نهاية ال-S بداية T هاي ال-ST في حالة التفاعة وانخفاضة تمثلنا مرض اوكي كلش مهمة هاي عدنا مهم اسا عرفنا ال-Waveات وعرفنا ال-Intervals ادنا هنا ويف صغيرة اسمها U يعني مو كل الناس عدهم ومو مهمة اصلا بس يعني خلينا نقول انت حظك مو كلش وطلعو لك في ECGPU او تسئلوك انه هاي ال-Wave شنو هاي شنو يعني ديختبرون ذكاء ماذا شنو ال-U انتشان تحددها لازم قابلها تحدد انه اكو يابا اكو لازم يعني كلش موجود لازم عندك P لازم عندك QRS ولازم عندك T وراها هنان شنو مفروض بالطبيعي يبدي ما بعدها ال-P بس لازم براها قابل تبدي P QRS فأنت اذا شوف اكو قامزة هنا بينها هاي ت-T وال-P الطبيعية هاي القامزة اذا سيروك عليها تقولهم U اوكي فسنا نجي لهذا الجدول هذا الجدول لازم تحفظون عدد المربعات ما لكل واحدة بس يعني للدخم به شوفوا ال-P ال-P ال-Duration لازم يكون ثلاثة ثلاثة مربعات صغار وارتفاء مالتها ثنين ونص ال-P-R هذا ال-Duration كلش مهم ثلاثة إلى خمسة الوقت ما لكم علاقة بي بس ثلاثة إلى خمس مربعات هاي اذا زادت سيكون عندنا مشكلة بالتوصيل الكهربائي ال-Q عموما هي رح تكون أصلا كلش صغيرة فمو اللي تحفظوا رقمها هي اذا شفتوها صغيرة يعني هاي طبيعية اذا شفتو بيها طوال هاي حالة مرضية رح ناخذ عود ال-QRS ال-Duration مالتها ما لدينا حالة مرضية فمو اللي تحفظوا حاليا يعني خلونا الامتحان اما تطبيق العملية هاي تفيدنا الارتفاء مالتها اذا شفت ارتفاء مو كلش اعتقد يمكن ادنا حالة مرضية عليها بس مهم اذا ارتفاء مو كلش قوي ما اناها التوصيلية موالتها ضعيفة الكهربائية ال-ST segment لازم تكون ISO-Electric شين يعني ISO-Electric عند اشوفوه هنا هاي مو عند له مو مطابقة الهنا بس هنا قلنا هاي من الانه الهنا ال-PR بس ال-PR هاي بداية تعدلك ال-PR عالية بس وراها منطقة معدومة كلش بسيطة اللي رح نشوفها احنا كلش صغيرة باعتبار قلنا مربعات صغار هنا شووية يعني ما ضخم الرسم ارى استعادا شو وناقلنا من ال III الى 5 الPR قلنا يا بحدوده الىез look ولا ما راجعة μوا كلش مربوط لاعفو منانا بدايتها حد انا هوني هي ثلاث مربعات وشواية طبيعا المهم هاي طول مالته راح يماثل انه مثال اỏiه مشكلة اراicher المهم اللي استي بدأت شى اللي استي يجب في بلنسب المستوى ما لهاي مسافة فالهذا اللي يقولك معناها مطبوقة هيجي مثل ما قلت لكم إذا عالية أو ناصية هاي مشكلة فهي لازم تكون يا ما يحتاج تحفظه لهاي مرضى التي الارتفاع ما نتقلنا أصلا مواردنا ما مطلوبة ما مطلب منها تكون بالقراءة وما يحتاج تحفظه والكيوتي كذلك ما مطلوبات بالقراءة أنا لدي أعطيكم الأشياء اللي مطلوبة في سبيل هذا الكوز أنا لم يدع أشرح هذا الشي للفاينال لا دع أشرح بس كالتطبيق عملي حاليا فساش أدنى هاي هنا مختصر اللي حتشينا هذي جسة على سالفة اللي كان موجود إنه الوان كان والأي في أذو والفي فاي والفي سيكس كونين كان لاتر الوال هاتكم التو والثري والأي في أف كان انفير الوال وعدنا السبتال السبتال هل نحتشينا قلنا بس الفي وان والفي تو الفي ثري والفي فور مو كلش نعتمد بس أمني إذا شفنا مشكلة مثلا بهذا وهذا ما أبي مشكلة روح لذني نشوف إذا أكفت مشكلة بهذا ني من ناحية ها هسا المشكلة ماذا مشكلة اللي كانت داحت شبيهة المشكلة اللي كانت داحت شبيهة دائما ما من أقولك تشوف مشكلة بالليد وتروح لإخوانا المشكلة هي ارتفاع الأستي وانخفاضها إذا تشوفها مرتفعة بواحد لازم تشيك البقية تشوفين إذا مرتفعت معناها عنده سكتر أوكي إذا تشوفن طبيعيات بس واحد مرتفعة هذا الشي عادي أوكي فإذا أكلش دكتشة تشوف الحالة تشوف الفي 2 ما مرتفعة بس الفي 1 مرتفعة فهنا تقمز الفي 3 و الفي 4 وغالبا حيكون عن طبيعيات يعني الكيو ويف قلت لكم هي رح تكون صغيرة بس إذا رح نأخذها مو قلنا سال الارتفاع مالتها هي سكتة قلبية أو انخفاض اللي رح تكون أنجينة يعني هاي ماي كاردي الارتفاع الانخفاض هو أنجينة الارتفاع بال سيجمينت رح يكون شنو رح يكون مايو كاردي يعني أم آية جديدة الكيو ويف إذا كانت شبيرة إحنا يسأل كيو ويف قلنا هاليدوة لازم تكون إذا صارت شبيرة بقيت تقريبا يعني ثلث إذا كانت هي شي بقيت تقريبا يعني ثلث العار معناها عندها كانت سكتة قلبية قديمة هذا الشي سأعود راح نأخذها مو مهم يعني نروح نقرأ الطبيعي بعدين نرجع للمطبيعي هاي انتشار مايكرا بيا كل حتشينو بعد شنو هسا نبدي بالقراءة عشان نقرأ قراءة أول ما تبلش ما عرف إذا ذكرتها بذاك بارتيان ينسى حق سمين بارتيان بس مو فيديوين بالتعديل بعدين أعدلها الـ من عندن شي كذا الرابط صحيح أو لا أوكي ما تشاهد عنه الـ AVR قلت لكم مو كلش مهم بالقراءات وبالسكتر القلبي هو هاي بس مهم بشغلة وحدة أنه أول ما تبدي قراءة أول شي يعني من تقوم لازم تقولها دكتور الرابط صحيح أو لا يعني ربط الليدات شون تتأكد من هذا الشي AVR قلنا تجاهيتها هي أوكي اللي هي هي صح تجاهيت القلب مصائرة هي فالـ AVR المفروض الرابط موعدنا QRS مفروض هي مو QRS يعني Phase 1 Phase 2 Phase 3 اللي إحنا دائما نمشيها كـ QRS بس هي توليدات اللي رح تنضيها غير شي المهم ومو المفروض هو صاير هي وكهربائي تقلب هي شي فالمفروض بالطبيع من تبع على AVR شرح تشوف رح تشوف نزلة قوية أوكي اللي هي تمثل S قوية ف إذا أول ما تباوة أول ما تبديها بسلام عليكم دكتورة ما دام AVR تقول هل يجا وصاير معناها ربط طبيعي خايا في أغلب ال ECG بعد أنح تجينا حالة مرضية لا ممكن يكون AVR لي فوق بس إذا ECG مال تكن نورمال رح تباوة على AVR تشوف الربط طبيعي إذا تشوف ال إفوق سيقول لكم ممكن يكون غير شي وشنو رح يكون اوكي زين وسنبدي هاي أول شي أول ما نبدي قراءة نقول لهذا ربط صحيح أو لا وإذا مو صحيح هما رح اختصرون الوضع رح يغلسون وغالب لأن رح تقول لهم الحالة المرضية الشنية وقلوا لك قراء نوع فلان شي ورذم ورائت ها اها زين وره ما شفت الربط تبدي رذم بعدين ريت هذين مرتبطات تسوى شنو رذم رذم يعني هيقاء هيقاء يعني تشوف المسافات هنا مو متساوية رح تشوف المسافات طبعا القراءة مانتك رح تكون أغلبها على ديش لان ديش قلنا بين منو منو قلنا بين ال رايت هاند وكي اللي كانت منو سالبة و اللي هي موجبة فشانت هيجي صح لو لا كربائية القلب أصلا بالأساس هيجي فاللي تو هو أوضح شي بالنسبة للرسم فرح تبقى على المسافات بين QRS وQRS يعني بالضبط القمة مالتها هاي منها الهنا اذا تشوف المسافات كلها متشابهة رح تقول الرذم رايت معناها يقاطة بها شن يعني يقاطة بها يعني هذا صير بعدين هذا صير بنفس الوقت بنفس نفس مودة اوكي اذا صارت أدنى مثلا الأولى هي شي اوكي هاي الأولى بعدين الثانية من هنا هذا يعني بالوجه فش انه مثلا بالله سهلا مثلا شوفوني شون اللي قائع هاي المسافة هاي المسافة هاي صح كلهم متشابهات مسافة مسافة هذا ردم من تشوف ان وحده متشابه هوية اللوخ هذا تقول الردم طبيعي اوكي زين اذا تشوف المسافة الجسة هاي مسافة طبيعية مسافة طبيعية بعدين مسافة طويلة اوكي هذا يكون irregular قبل تقول الرجلر بغض النظر عن الحالة المرضية انت اول ما تبدي تقرأ لازم تقرأ الردم و بعدين تحدد الحالات المرضية فتشوف انه ردم مطبيعي اوكي قبل تقول لها ردم مطبيعي اذا ردم تقول ها راقل يعني شوف الردم طبيعي ومسافات متساوية تقول لها راقل اوكي زين هاي خلصنا من الردم هسا نجي تحديد اللي هو عدد النبضات عدد النبضات تحدد عن طريق الردم شون يعني شوف الردم الى طبيعي اذا المسافات متساوية شرح تسوي راح تشوف كم مربع تشبير صائر يعني بين ها المسافة اوكي راح تقسم على 300 فاناس مثلا ما تشوف هذا مربع الاول هذا مربع الثاني هذا مربع الثالث يعني هو تقريبا صغير ثلاثة ونصب احنا حمش نقول ثلاثة اوكي فما دام فرق بين هن ثلاث مربع تشوف ان المسافات متشابهة معناها الردم طبيعي اذا الردم طبيعي ناخذ هذا ما قلت لكم الفرق بين هن ونقسم على 300 300 عفو نقسمها علي 300 عدنا على 3 مربع شي 300 3 يساوي 100 هذا هو عدد نمضات القلب عدد نمضات القلب الطبيعي 60 الى 100 فانت من تشوف عدد النمضات القلب يتحدد به الطريقة او الطريقة الثانية اللي سنجيها من تحدد به الطريقة لازم تقول لدكتورة برادي كاردي اذا اقل من 60 او تاكي كاردي اذا على من 100 وفكرة التاكي ولي برادي ما يصير تقول واحدة لازم تقول كلمة ساينوس المهم تشوف المسافات مثل ما قلت لكم اذا الرذم ريقلة تشوف المسافات بين اطهن او كي وتجيب 300 تقسمها على هذه المسافة مسافة ثلاثة تقسمها على ثلاثة المسافة اربعة تقسم 300 على اربعة فس نجي هنا مثلا ها هذا وليد وان لا هذا اليتوب لازم نجي المسافة مربعين 300 على مربعين على اثنين مية وخمسين فهذا شعند ارتفاع بدقات القلب لو خل نقول المسافة 300 على 6 شعند رح يساوي ساوي 50 50 دقية 50 أقل من 60 صح لو لا فرح تقول براد كاردي او اول ما تدي تقرأ بس لازم تقول كلمة sinus وإذا طبيعي بس تقول normal heart rate يعني اول ما تبدي تقرأ شقنة حسنا نعيد بالبداية اول ما تبدي تقرأ AVR اذا نازل من جو تقول الربط صحيح بعدين تبقى على الرذم اذا رقاء منتظم ايش اسم تقول لها راقية للرذم بعدين تبدي تقيس عن طريق الفرق بين المربعات بين بين و زيان اذا رايقيلر اذا رايقيلر هنا يعني راح تغير الوضع شون راح تغير تقدر تقيس اول شي راح مثل ما قلنا تقول الرذم الرايقيلر زيان شغلة الثانية اللي سويها انه تقيس صح لو لا من تقيس هنا راح تختلف طريقة قبل شي قلنا 300 تقسيم عدد المربعات هس لا هس شغل راح ناخذ 15 مربع نحسب 15 مربع يعني هس راح ابدأ حسي لكم هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داش تناش تناش تتتاش تباتاش خمستاش اوكي 15 مربع 15 مربع حسابتين مربع حسابتين شو سوية تضربين في 20 راح يطلع لك الهارت ريت فس هنا انه ثلاثة ثلاثة في 20 ماذا يطلع لك بطالك 60 فهذا تقريبا نورمال هاي 60 اللي طلعت لك تقلت نورمال بس نورمال لازم تقول نورمال هات ريت يعني ترى طبيعي يكون الرذم بس الهارت ريت طبيعي اوكي زيان حسا يجي واحد يقول لها 15 مربع مين نقيس انا رح اقول لك بكيفك اوكي بكيفك بس حسب اللي طال لك يعني ممكن تحصل الرسم بهذا الشكل هذا الشكل يكون بس هنا عندك بس بهالم مكان فتكون محدود بعدد المربعات يعني هنا تحسب 15 مربع بالقوة رح تطلع بالمقابل اكو اي سي جيات تجي مثلا يعني دقيقة اتقد ماكو هنا اكو اي اكو اي سي جيات تجي عندك اللي تو راس ميلي جوا كلش طويل اللي دات البقية مو مهمة احنا علينا باللي تو ف ال 15 مربع تريد تحسب منه الهنا كيفك تريد تحسب منه الهنا اهم كيفك تريد تحسب مني منه الهنا اي مو مثال عليك تحسب 15 مربع وتأخذ شكيم QRS قبل القراءة لازم نتأكد من الرابط اول وحدة بالقراءة هي الردم ثاني وحدة هي الثالث شغلة ادنى ثالث وحدة هي cardiac اكس ادنى هنا ثلاث شغلات تقريبا هنا الاساسية يعني بقية غالبا راح يكون normal اذا الاسي جي بسيط اذا مو بسيط راح يكون بيين حالات مرضية عدد تي تي مو كلش مهم عدنا وال كيو تي هم منه فبس هذنى من الاستي البي ار هذنى غالبا حالات مرضية اما الحالات المرضية اللي لي اخذنا هين والكاردياك اكسيس سرح بحث محور القلب يكون هي تي الكهربائية بس مش شرط القلب يعني احنا مو ماخذين دائما اكو شغلة النتوم كلي وشغلة فيسيولوجي النتوم كلي معناها موقع القلب فيسيولوجي لا وظيفة القلب نفسه موقع القلب احتمال يدي القلب طبيعي قاعد هي بس كهربائية مات قاعد تطلع هي يعني هي تمشي طبيعية تجي من نانا بس تطلع هي تطلع هي تطلع هي اوكي الكاردياك اكسس زرر رح نحشي علي اوكي الاوبتيما مالتنا التلقال بمات مو هي قاعد صحيح لازم الكهربائية مات تكون هي بزاوية 30 اي خلل ممكن يصير الحد السالب 30 الى 90 هاي الزاوية الهنا هذا نعتبر طبيعي يعني كهربائية مات كذا هي نزلة بعدين جدت هي طبيعية جدت هي طبيعية جدت هي طبيعية اوكي بس هم نحسبون حساب الدكاترا هي ثوالث المهم اكو ناس عادي يعني يكون قلب هم هي بس كهربائية من جدت يسال من ها نقلت اي نود نزلت لك التجاه كربائية مع القلب جيد شان نتحددها تحددها عن طريق lead 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 AVF قبل خلاص الرذيم انت تجي تقرأ اول شي الرذيم بعدين ريت خلاص من لقد cardiac axis يعني دكتورة الرذيم هي تحدي ريت هي شان تحدد دكتورة نباو اول شي lead 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 AVF اوكي هناك رياضيات رياضيا ستأخذ عدد مربعات R تنقصها من S وما الكل lead يعني lead 1 R مات و lead AVF R و S مات اوكي تأخذون تطلع لك قيم هذه القيم تجي ترسم على المحور مثلا طلع لك 7 هنا و هنا هم طلع لك 7 تجي ترسم بعدين طلع تقاطع بين اوكي يطلع لك المحور اول مناسب قبل ما اكمل احنا موقتي برياضيات انه محور X الموجب هي شي من نانا و محور Y الموجب هي شي و السالب مع X من نانا و السالب مع Y من نانا هنا شوية لدينا الشغلة مضروبة يعني بعتبار انه قضب هو نازل يشطح له لا فالموجب اوكي مع X نفسه بس الموجب هذا محور سالب يعتبر R X مثلا هنا اوكي فطلع عنا 6 AVF وطلع عنا AI 4 AMA Energy مفروض رياضيين نرسم ونقاطع هن بس اكو طريقة اسهل للقياس فاسا مبدئيا مثلا عدكم هنا هاي تجي تحسب المربعات ودو خروح وكل شوية يعني قدام الدكتورة ماذا شنو هاي ترجمة تفيدك تجي تحسب الموجود وتجي تحسب اللي من هنا وتقال ترسم مساء قدام كون هذا ECG كامل تجي ترسم ورح يطلع لك اعتقد هنا هو هذا راسمي هذا حسب ولمن هذا الشخص نقص من هنا R S و هنا R S طلعت الانقيم طلع R هنا هاي L1 R ما تلت 10 18 مربعات والS مربعين فطلعت النتيجة زاد 8 فاجوا مثلوها هنا هاي موجب 8 اجوا حسب وما AVF ماتح شافوا R مربعين والS 17 مربع فقالوا سالب 15 اجوا يمثلوها وانقلنا السالب هنا فمن اجوا يمثلوها هاي النقطة وهاي النقطة اجوا قاطع آهن اوكي من قاطع طلع السهم هذا طلع كاردياك اكس ماتح زين زين احنا رح نتبع طريقة اسهل الطريقة الاسهل شا تقول لك بس باوع لذني باوع الفرق بين R والS شوف ياهو الاكبر رح تقول هذا موجب اذا R يعني شبير اكبر من S رح تقول هذا موجب اذا R هي شهر قدوة مثلا ان و S شبيرة رح تقول هذا سالب رح تجي نفس الشي هذا تباوع ال R مات وتباوع ال S اذا R شبيرة من أنا وال S صغيرة رح تقول هذا موجب اذا R صغيرة وال S شبيرة رح تقول هذا سالب رح تلجي ترسم وبدماغك ترسم محور قلنا هذا ال اي موجب مثلا وهذا موجب الموجب الموجب مصاير منها اذا عندك رقمين موجب وموجب رح يكون الرسم بهذا المحور زين اذا عندك I موجب او 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 اذا عندك I سالب موجب بهذا المحور زين رح نرسم من نالي عندك I سالب معناه لازم يكون يطبق على هذا المحور النقطة في اي مكان لا تحسب مربعات لا بشوف النياب تشوف الاس نازلة وكل شمال ما I رح تقول هو من هذا محور زين تجي تبع بعض لل AVF تشوف اذا AVF موجب وان قلنا نرسم نرسم من رح تجي تقاطع هين رح يكون بهذا الربع مربع سالب مربع اذا اذا I سالب مثلا منها و AVF سالب رح تقاطع يكون بهذا المربع نجي الاخر وحدة اذا I I إذا I إذا I موجب رح قلنا المثلا بهذا مربع اذا AVF سالب نمثلا بهذا المربع معناها تقاطع يكون منا ها المربع ماذا همية المربع الربع الاول رح نعوف الربع هذا الجو الهنان هذا normal اكسي معناها القذوب هي صائرة طبيعية هذا الربع الهن اللي قلنا في حالة شنو في حالة الوان سالب و AVF موجب اذا قلنا إذا طلعنا بهذا الربع دماغنا يعني شنو نقول right access deviation معناها انحراف كهربايات القلب باتجاه الright صحل ولا نتقلنا سيقضب هيت شي اذا كهربايات الواحد صار هيت شي معناها كيد رايت زي اذا سالب 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 سالة التجاهية هيا سنسمي extreme right access deviation يعني أنا انحراف كهرباية تلقى بتجاه اليمين بس كلش عالي سوات انه مشكلة كلش شبيرة زي ليش قلتلكم اوف هذا المربع شوفوا الطبيعي ما القضب من السالب 30 الى التسعين اوكي فعدكم هذا المربع هنا راح يكون كله طبيعي بس المربع الاول شوي يبي مشكلة انه اكو جزئية من عنده ممكن تكون left access deviation يعني الحاف بتجاه اليسار او ممكن تكون normal فالش نتحدد اول شي احنا سالب الموجب اكبر اذا سالب اكبر ينسحب بهذا الاتجاه يعني الفكتر الاحمر ينسحب بهذا الاتجاه دماؤكم تخيلوها يعني اذا رقم سالب ثلاثة اذا كل ثمانية فش راح ينسحب اذا بالعكس ثلاثة راح يرسم راح يكون left مانا كل ما تسحب اذا اكبر رقمه من الوان راح يكون غالبا الفروقات هنا اذا تشوفها متقاربة عادي بس فروقات كلش واضحة موجب وهذا السالبية مانتا كلش عالية مبينة اه طيب اذا هذا كلش مبينة هسا هذا اوضح مثال على الدات السالبية هذا مانتا كلش عالية ومبين السالبية مبين السالبية اللي هنا يعني الفرق بين الار اس الار ناقص اس اس اذا سويها ببالك شوف الار اصلا يانى هي هيان هي هالقدات هي اوكي والاس هي الكبرها اما هناني عدنا ار وعدنا شوية اس ماناي هذا تسوي فرق ببالك راح يكون الفرق الي هنا الموجب كرقم يعني عنا دهتش كرقم ما دهتش كاشارة الرقم الموجب اللي هنا راح يكون اصغر من الرقم السالب اللي هنا صحل ولا ما لك علاقة بالإشارة الإشارة هاي للاربع فش راح تحصي راح ترسم هنا فما دام هذا قلنا السالبية اكبر رح يسحبت تجاهها زين لو صارة بالعكس لو هذا الموجبية موت اكبر رح يسحبت تجاهها زين اذا متساويات اذا متساويات ش رح يصير عدنا احنا احنا عدنا تساوي مصر الزاوية 45 هنا زاوية ال 45 هملت مثل لنا هاي خلصت فكرة الاكسيز فالاكسيز غالبا يجيبوه طبيعي لان نوع ما او اذا جيبوه ابنورمال فتكون واضحة يا مثل هذا اسال هنا فروقات واضحة بس اذا اجيب لك مثلا يا شوفوا هذا اسال اي بي اف رح نقله هنا انا مع ما الاي بي اف اسال مون جوه شوية مرسمة عبالك هي تشي يعني اوكي فرق واضح يعني بيني وبين هذا اذا اجيب لك اي بي اف طولة هي تشي اوكي نفس الطول ما الان يعني متقارب كلش عالية هنا لازم تبدي تحسب مرباعات بعد انا متعرف الفرق المضبوط هنا الدكات رح يخليك تحسب بس اذا الفرق واضح رح تنقص من درجتك اوكي بتعتبر متالف تقرأ زين هسا انا بدنخلص من حالة ما رضيها قبض اذا الواحد اندي رايت اكس اس دي في ايجين اوكي معناها انحراف كهرباية قلبه وهذا الاتجاه احنا ش قلنا يا فاكتر نحدد من عند الربط الصحيح قلنا ال اي بي ار اوكي مو قلنا اذا هو جوه معناها صحيح الربط معناها تجاهية القلب هيج صحيرة صحيل او لا زين اذا واحد انده اكستريم رايت اكسس ديييجين انتجاهية القلب هيك صائرة اوكي والاي في ار الفكتر المال تهمينه صائر نفس الاتجاه فش راح تشوف من تجي تفتح راح تشوف راح تشوف الاي في ار تشوف صاعد لي فوق انت عبالك الربط غلط او شي او مثلا واحد قلبة مقلوب بس بعدين راح ناخذ ان واحد قلبة على اليمني اوكي ممكن هيك فكرة بس تخلي بالك فكرة الاكستريم رايت اكسس ديييجين يعني اذا تشوف الار لي فوق اوكي اتروح قبل تقمز على الكار ديك اكسيز طبعا اكيد ورا ما تحسب الرذي مريت مو قبل تقولها الرابط غلط لاني سويتها وقلت الرابط غلط بذكرها لا ما فسرت لي بعدين دكتور اضلال فسرتها المهم اذا تشوف الاي في ار فوق تقول دكتور احتمال الرابط غلط او احتمال الشخص عند اكستريم رايت اكسس ديييجين فقل اول شي يقولها راح احسب الرذي مريت حسبتنا اوكي تقبر الكار ديك اكسيز تروح تحسبها ميا اتوكي شفت الغلط بالاي في ار بس تروح تحسبها من اللي قلنا عليه الوان والاي في اف تحسبها شفت رايت اكسس ديييجين قلت اي دكتور اهذا رايت اكسس ديييجين بس اكستريم بس بالاكستريم يش تبين بالرايت هما نتبين نوعا ما بس مو هذاك الشي يعني الاي في ار يكون نازل بس مو هذيك شنازلة قوية مثل الطبيعي اوكي فهيسا هاي شاء الله بعد شنو عليها هاي خلصت هنا خلصنا بعد الكار ديك اكسيز اشان نحسبه هاي ما دام خلصنا هسا بعد نرجع للفوق رسا شقلنا اول ما نبدي نقرأ رح نبدي نقرأ اول شي نشوف الرابط بعد نشوف الرذي مريت اذا رابط خطأ مو قبض نقمز لهذا الاستنتاج انه القضب معكوز للربط خطأ لا اذا يعني قصد الفوق ساير الاي فيار نحط حساب انه ممكن الكار ديك اكسيز بي مشكلة اوكي عدا هاي وراها نبدي نشوف الاخطاء الموجودة عموما همنا رح نرجع ممكن لها ذا ني بس رح نبدي نشوف مشاكل بالبي ويف البي ار انترفال والكيو والكيو ارس والأستي اوكي زيان هزا قبل ما نقبر على الوايفات والمشاكل انه هاي دعني نكمل من الرذيم والريت انا ودي نخلص من عنده الخلل اللي يصير بالرذيم احنا قلنا اذا مو طبيعي نسميه الريقلر بس الريقلر نخلص من عنده قبل التاكي كار دي عندنا والبرادكار دي اقلت لكم ورد اذا شوفون تاكي كار دي مثل هنا يعني مسافات صغيرة حتقولوا لسانس تاكي كار دي ولا حتى ممكن تبين بدون ما تقيسهم قبل شوفون مسافات كلش متقاربة ولا تقيس مربعات هاي وتبلهم ايش اسمه عنده تاكي كار دي الو لا والبرادكار دي كذلك هنا مثلوا تشوفون هنا مسافة شبيرة بيناتن كاتب لك انه هاي 50 بيت بير منت اذا تجي تحسب المربعات هنا رح تشوفون انه هاي ست مربعات ست مربعات ثلاثمية على ستين رح تطلع لك 50 بيت قليلة وكذلك ادناخد شي سانس ارذمية طبعا هي المشاكل بالرذيم هاي بس يعني البسيطة هي انساميها ارذمية يقول لك انكواردينيتي كونتركشن اوف اتريان فانترقل يعني ما منتظم مثل ما تشوفون هي زيادة زين عدنا اخر وحدة من الانواع الارذمية هي السانس ارذمية بس اسميها يعني سانس ارذمية اللي هي خلال الانسبايريشن يكون عندك نوع ماتاكي كار دي وخلال الانسبايريشن يكون عندك برادكار دي يعني تشوف هناك ترسم انتج تشوف هاذا بتقول ش تقول اذا شوف المسافات هالقيد مختلفة بتقول هذا الرقي للرذم زين تحسب الريت مثل ما قلنا 15 ربع وهاي بس لهمنا لازم تحدد الحالة المرضية اللي هي شنية تشوف ان هناكو زيادة بعدين هناكو هنالعفو قلة مسافاتي عم متساوية نعمو بعدينها صارت زايدة بعدين هناكو رجعت المسافات نفس اول مسافة اوكي فهاي بحالة الانسباريشن رح يصر عندك تاكي كارديا بحالة الانسباريشن يعني لو انت نفس تسحب هو يصر عندك تاكي طلع الهوي يصر عندك اش اسمه برادي اوكي هان شن سميها الحال نسميها سانس على الضمية باقي الاسوالي في الصعب اصلاح نجيها واحدة واحدة ادنى فبريلايشن اكتوبك فوكس الهارت بلوك نجي جو الانسباريشن الانسباريشن معنى كاربائية هي مو تنزل من جوه اذا سر بها غلق في مكان المو رح تبقى ليني شون تبقى ليني اول شي عندك البي ار البي ار رح نشقد قلنا مسافته مو دوريشن ما لا تلعفه مو نقلنا من ثلاثة الى خمس مربعات صغيرة فاذا شوف مسافته طويلة هقبل مشكلة بل شنو نوعيته مشكلة سنحتي بها نوعيته مشكلة عندك اذا البي ار بس طويلة فوق الخمسة يعني بس متساوية المسافات يعني سادة تشوفون بي ار طويلة بي ار طويلة بس كل المسافات المتساوية صح له له هنسميها فرست دقري هارت دلوك يعني سداد بالتوصيلة والكهربائية بس ننطيع فرست دقري يعني كان لدينا بعض سكينج الشنو السكينج شى صد عندك الساعد بي ار اوكي نعم ما طبيعية لا حد ما يمكن لا امر ما طبيعية مهم بعدين وراها شوية زادت بعدين زادت اكثر بعدين هنا هاي عندك بي بس بدون QRS هناش صار عندك صار عندك حالا سمية دروبت بيت يعني هنا ترى هو QRS تمثل نبضة يعني ورا يصير هنا صار عندك بس بدون ما يصير فمعناه شنو؟ معناه خسارة نبضة من نبضتك فهاي راح تشوفوها بالستريب الطويل طبعا اكيد لازم يعطيكم منجوز ستريب طويل مع راح تلاحظون هذا الشي راح تلاحظون انه اكو هنا شوي شوي اكو زيادة بعدين انقطعت هنا ما اكو QRS فهاي الحال نسمية second degree heart block ما نشوف انه اكو دروبت بيت الثالث دقري نشوف انه اكو بيات بس الكيو مددت الجوارة يعني هنا بقى اسا هي بي مفروض وراها شن يجي مفروض وراها يجي QRS بعدين ها هي بي وراها QRS صح لو لا بعدين يلا بي يلا ها هي لقد هي الموجود هنا بس هنا ها هي انه اصترحه بس هناه ايضا هذه ها هي لقد هي الموجودة اوكي بعدين ها هي ها هي الصحر الهولد ايضا هنا يشوف انه اصلا الاحاة عدة تصل إلى اي شاركة رباي فهو يشتغلون بده لهالا او البرقينشي فايبر اوكي انه ها من الكارديو اللي امتحنا به اليوم من قاله انه انه يصير عندك بلوك بالأسا ستعمل plutôt Secondary ثم تعمل Territory هنا لديك ان SA متدودة وAV تعمل بها Sa تعمل ستجد ان تعمل الاترية يصبح لديك Depolarization مع P Wave هنالا يصير بلاك فما تعمل لا تفصل للQRS فاهن الافي نوت تعمل من حتى تعمل ندري انه 40 الى 60 و لديك البوركنج 15 الى 40 فتشوفون انه مسافة كلش طويلة بين واحدة ووحدة ليش انه هارت رايت اصنا مارتهم قليل هاي الفكرة فهاي سميه ثيرت دقري هارت بلوك اذا شوف بيات بدون كوارس اوكي وحتلاحظها انه اكو فرق اكو يعني انها اكو بيات اكو شوية ارتفاعات اذا تشوف مسافات كلش طويلة بدون ما اكو بينات انقمزات هذا عنده سينس براديكار ديه ففرقوهن يعني انه هاي ارتفاعات هس هذا ارتفاع هذا ارتفاع هذا نوع عمارتفاع هذا ارتفاع هنو هذا ارتفاع اوكي بيات بس اذا لا اذا ماكو ارتفاع يعني عادة عن انه هنا مثلا يجيك تي ويف هنا بعدين صنطة بعدين هنا بي كوارس راح تبين انه هاي مبينة براديكار ديه اكو مسافة بعيدة اوكي بس هنا هما عندك براديكار ديه اوكي نتيجة انه الايفي دا تشتغل او البركنجي واحد هن بس هنا سلوكت عندك رذم مفروض طبيعي مفروض هنا كوارس بسبب انه الاس اي دا تشتغل بس الاس اي ما دا تقدر توصل يعني اي شغاله بس ما دا تقدر توصل هالفكرة فاذا هارت بلوك من الدرجة الثارثة الوش ان سمين 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 كوبليت هارت بلوك السكيند والفرست كان عندك الاس اي دا تنسد بس مو كامل اوكي اما الكمليت لا اصلا ما دا توصل لك اربا اي ازين عدنا شي سمي بعد بريماتور كونتراكشن اللي هو يعني كوارس دا تطلع عنا قبل وقته هنا مثل ما دا تشوفون احنا نسا اذا تجون تقيس المفروض هاي مسافة من النار هنا طبيعية بعدها كان لكو مسافة من النار هنا اوكي فالمفروض بعدين لوراها تجي مسافة من النار هنا صح لو لا بس راح تلاحظون انه اكو قامزة بدون اي سبب طالعه هاي اسميها بريماتور بريماتور ما اسم يعني جاي قبل وقته يعني قبل النضج اوكي تشوف انه هي كلش طبيعية كيوار اس و اكو بي اوكي كيوار اس طالعه هاي بس يوم خربت لك الوضعية وهي نوعا ما يعني تحديدها صعوب والدكاترا ممكن يغلسون عليها اصلا بالحشي فالمهم اذا شوفت اكو دقية فيش طالعه مو وقته عبارك يعني انه اكو قبلها اكو انتظام كلش طبيعي بعدين هاي جتي طالعه مو بوقته فس خربت الوضعية بس هنا عندك وراها رجع الانتظام فتعرف انه هي بريماتور بس بريماتور عدنا نوعيتين عدنا نوعية ما الاتريال يعني بريماتور اوكي هاي اتريال اكتوبك سنسميها او بريماتور كونتركشن والثانية هي الفينتركولر اكتوبك الفينتركولر اه فينتركولر رح تشوفها بيزار شي بيزار يعني مخالب لعبها لك فاي تشوفها انه هي قمزة كلش قوية هاي حرفيا اذا تجيكم هاي اسهل شي بس تشوفوا ان قمزة اكو بل بالليتو قبضة تقولون هاي اكتوبك اوكي زين ادنى الاتريال فبريلايشين شوفون انه شي يقول لك يقول لك الاس اي نودة قمز بس احنا مثل ما نعرف مو ادنى الابسلوت فراكش اه رفراكتري بريدو هاي فما رح تخليها يعني يعني او لا هو القضب يعني ممكن بحالة انقباط ما رح يستلم مؤشرات حتى يقاموا سيهاي الابسلوت الفاكتري بريدو هاي فتعدك خلل بالشي اسم بالاس اي نودة بس مو كل ادنى توصل بس مع ذلك تشوفون انه اكو ناضات كلش عالية اوكي او وشينو ادنكمелеهيهي او هي السوم هنا كاتوب لك انه البي واي ف مرح تلاحظة هناسو تلت شوفون ان او كو هاي قمزات بس هاي قمزات هيعبار عن تي وايف فاناسو تلت شوفون هاي اساو ما اقي اي ايبي وايف Lab6 بس هاي قمزة البسيطة كافوها نوع Tap 3 يعني اتمنى رح يجيكم cg عوفكم من هايب إللي راح تشوفوها راح تلقون انا قابلها ماكو مثل هاي هي تشي او مثل هاي ماكو بس شوفوا مقامزات وكلش سريعة هاي اتريال فبريلايشن معناها شوان قلكم مثل الاهتزاز نوعا ما ديصر بالاتريام اوكي بسبب ان الكهربائي ادت طاق طاق يعني كلش قوي ما لأساينود بس يا مدت لحك تواصل بالمقابل بالمقابل عن فبريلايشن هذا من بعد شوفوا بيلولولولولولو كلش مخربط هذا قول بس شوفوا هذا حالة كلش طاق يعني واحد حرفين سي موت فمن تشوفوني ما يوضعية واصلا ما ييجي هذا لان حرفين بس شوف هذا ما تقوم لا رابط صحيح لا ريزيم لا رايت هذا قبل قلت قولها هاي هذا الاكسيز حتشينا عنا حتشينا على مشاكلة فساود راح نتشي على شنو على الوايفات زين اسا نكمل على الوايفات الوايفات والانتربالز قدنا اول شي البي ويف البي ويف حنا مثلا نعرفها لازم يعني تجي شي قام زي واحدة اوكي فشي يقول لك طبعا هذا ما مر علينا بالمختور بس يعني اذا مرت وجدت على واحد منتكم لازم يتابع لها اذا تجي لبي ويفي تشي يعني صارت لك دابل بيك هيقل لك ليفت اتريال هايبرتروف وشن السبب السبب ان انتعدك هاي البي ده تطلع هي السبب الديبلارزياشن دي اللي دي صار بالرايت اتريام اوكي واحنا طبعا قوة الفولتير اللي عدنا تكون حسب المواس ما المكان واحنا ندري انه الاتري هاي قدوته فاذا اذا صار تضخم بالليفت اتريال اللي هو اصلا بعيد فرح يبين لنا بالإي سي جي فرح يصار دابل بيك اوكي واذا الرايت مالتنا نفسه متضخم اه شو اسمه رح يكون الهايت مالبي ويف عالي احنا مقلنا الهايت والدوريشن لازم حافظيها لازم هو المفضل ثلاثة سكويز اذا كان عالة من ثلاثة سكويز فهاي عندك رايت اتريال هايبرتروفي سين واذا ما اكو بي ويف حكينا بيها اكو اتريال فبريلايشن عدنا الكي ويف قلنا لازم هالك دوته اذا هذا عدنا سل ار اذا الكيو اللي قبله هي صايرة هنا اذا هيت مثلا صايرة تبقيت تقيبا ثلثة او اكثر هذا شي يدل انه هذا الشخص كان عنده مايو كارديال انفراكشن سابقة سابقة بريبيس اوكي عدنا كذلك البيات انتربال حتين عليه اه هذا المرضى بذاكر هنا مو مهم بس الكندكشن البلوك حتين عليه سابقا في الفيرس والسكند والثيرد الكيو ار ايس بس البرولانجيشن ماذا احنا ما ماخذنا عليها ايشي اه بس بالتاكي كارديا ممكن الامفلدود تكون كلش عالي اه ما الار والش اسمه الار ديقولك او الاس ممكن يكون يعني كنن شبيرات بحالة همن الهيبرتروفي بس ما مالفنترق على هنا بحالة اه كذلك عندك ممكن الار كلش صغيرة والاس همن صغيرة هذا شوك تصير صغيرة عندك بحالة الهايبوثاروديزيم ليش عموما رح يصير البولتج والماليسي جي كلش ضعيفة يعني بالدنيا كلها اعتقد كان وكو حاطين صورة لها مو معني بعدين بنهاية محاضرة رح اجمع صور اشوفكم كلشي اه ايه ما اكي صورة لها المهم الفولتية بدل ما تكون الهيشي بالشكل الطبيعي يعني كيوار اس وهاية هتكون ايشي ابقى ايشي اه اقبو هل قدوتها ايشي اه اه ايشي اوكي ايش صايرة اينا تي ويف قدناها الكبر هاي اي اي انا اي تي مالتها قدوتها اوكي حرفين رح يكون ايشي الاسي جي هذا اعتقد هاي بو ثرايدزيم زين حسنا السيغمينتس الاستي قلت لكم لازم تكون هي شي و هي اللي قبلها و هنا كان عندنا كان عندنا بي ار وراء تجيبادين منك الاستي لازم يكون لنا نفس المستوى فش يقول لك الاستي اذا كانت عالية يكون عندك مايكادة انفركشن اذا كانت نازلة تكون انجاينة و مثل ما قلت لكم الاستي مهمة اذا شفتها بليد واحد تروح لاخوانا تشوفهم اذا كل الليدات بيهم الاستي عالية معناها عندها مهمة اشخاص اذا بس يد واحد عالية هاي تغلس عليه اذا ليد واحد نازل بتروح تبحث تبحث اخوانا اذا اخوانا هم نازلين معناها عندها انجانة اذا بس هو نازل يتغلس عليه اذا بس هو نازل تجيب عليه طبعا هذا الارتفاوان خفاض لازم يعني 0.5 ملي متر 1 صغير حجم 1 ملي متر فمعناها اذا تريد تقول هذا الشخص عنده انجانة او مايوكارديال انفراكشن لازم تقريبا فوق النص المرباء احنا نقول يعني مرباء واحد فرق لازم عالي او واطح حتى تقول هذا عنده انجانة او مايوكارديال انفراكشن زين عدنا شنو بعد هاي اهنا ما مطلبه من عدنة ما طبقناها بالمختبر الكيوتي كذلك ماه چين عنه هاي اي شي اه اه انا عدنا يسي جي محاطي بالمزمة بس هذا نوعه ما يعني مو كل شي ذاك الواضح لان شلو هنان ليتو محاطي بالستراب طويل بس ما عدار الكاتبين جوا سالس اردمير هو شي صعوب تحدد يعني دار الستراب عندك مطويل اموه انت من تجي تقرأ استشكلنين يعني اذا سيت واقفين قدام الدكتورة او الشي حتباعه الاي في ار يا بدكتورة النازل لي جوا ما اناها الرابط طبيعي اذا صعد لي فوقت لكم هاي غير مشكلة وش رحت لكم عليها تنزلهم بعدين للش اسمه هارت رايت والرادم هنا الرادم تعتبر سينس اردمية جان كاتبين هنا جوا لان هنا يعني مسافة تقعيبا ثلاثة او او اربعة تعتبر هنا ثلاثة اوكي سينس اردمية اللي هي قناة الاسباريشن والش اسمه والاسباريشن فهنا مفوضة تتأخذ لك 15 مربع بتقيس منها دين بس بعتبار انه هنا اصلا ما حط لك ستراب طويل فما تقدر تقيس لازم اك ستراب طويل حتى تقدر تاخذه 15 مربع او شوية تحشر تحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست سبعة ثمانية تحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية نش اشطان شي ما بهم 15 اصلا فالمفوض يجبون استراب طويل هي جسال في او على اقل فهذا يكون مطول الى هنا المهم انه تحسب من عند الهارت رايت والرادم في الحالة الطبيعية بعدين تبدي تباع للكارديك اكسيز عن طريق اللوان والاي في ايف اف بعدين وراء ما تبقى واحد تتبع اذا اكو اي مشكلة بالشاسم بالبي او الارتفال مع القرص التتعوفق منه بعد انشوف البي هار انترفال بعد انشوف الاس تي وتشوف الاس تي تشوفها بكل الليدات بس يعني كشغل رئيسي تشوفها بالالتو اللي هو مثلك يعني انفيريار الاسبكت ما الهارت يعني وتشوفها بالليدون هاي يعني كنظرة سريعة على مود يدرون تلقى بسرعة الليدون تشوفوها على مود اللاترال وال والوية تشوفوها على مود الانترال والذا شفتم ماك ارتفاع بالاستفاء يعني 80% ما عندي ارتفاع بعد انت اخذو النظرة سريعة فادي يعني اه ليد مشابه مثلا هنا في توم مشوفنا تشوف اخو البي ثري بعدين هذا نشوف اخو البي اذا ما بهن اي مشكلة اهي غالبا كل شي ما عندي اصلا واخر واحد هذا تشوفو البي V2, V3 و V4 لا يوجد رتفات كما كانت من normal ECG هذا كانت من regular لأن الساينس الارثمية لا تعتبر حالة مرضية مثل ما قلت لكم هو تنفس يوجد أدو ويوجد أدو ويوجد أدو بس يعتبر regular خاصة بالشيلدرن والأدولت من ناحية الأكسرسائيز فسرح أجمع ECGات ووعد نقرأ ECGات طبعا تعبد ساعتين أدور ومساعدين فعلا مصدايات والبيت هذان كانت من ECG خمطتهم من المزام المرجدات أول ما نقرأ مثل ما قلت لكم ننتبه وشعر رابط AVR صار من جوه نحاول القبض على LEED 2 أنا بدأ نطلع من عند الرذم نشوف الرذم أنه مسافات بناتها متساوية فالهذا راح يكون الرذم regular نحسب الهارت ريت نشوف المسافة تقييمين 4 مربعات 300 على الاربع راح تكون 75 فالهارت ريت طبيعي نحسب الهارت ريت إذا تلاحظون هنا تقريبا متشابهات عبالك بس موجب مشوية أكثر فهذا ال LEED 1 راح يكون موجب AVF نشوف أنه هو العرمات يعني أكبر من من ال S فاهمين راح يكون موجب فلهذا الأكسز راح يكون بهذا الربع ورا هنا راح ندور يعني إذا أكو مشاكل إحنا قلنا الرذم طبيعي فسوال F sinus ما راح يكون أكو أي مشكلة فنشوف هنا أدنا ال ال Q طبيعية ال P طبيعية ال PR انترفال طبيعية قدنا ال ST segment يعني نفس المستوى ما عايزوا لكترك يعني التيقلنا العوف الارتفاع ما ال QRS طبيعي وندور كذلك إذا أكبر مشكلة معينة بباقي الشسمة ممكن تكون استيصادة بغير الشسمة بغير اليدات فهنا نشوفها طبيعية أدنا بال ال AVL هم هنا طبيعية ما بها أي شي ناخذ ال V1 مثلا هم طبيعية هنا V2 طبيعية فما راح يكون أدنا أي مشكلة تقريبا فهذا راح يكون normal ECG واذا ذكرناهن هذا ECG ثاني هم هنا كل عادة ندور أول شي على ال AVR نشوفها من جوادين الرابة طبيعي نبقى على ال L2 ال L2 راح نشوف أنه regular فقبل نقول regular rhythm نجي ناخذ 15 مرتبة بالنسبة لي أنا حاخذ منها راح يبدأ قيس منها فتبدون القيسون تحسمونها 1 2 3 4 5 6 10 10 10 12 14 15 أوكي لحد هنا 15 فهذا نكون هن ناخذهن 5 5 إذن خمسة في عشر حيكون 100 ف normal إلى tachycardia فنمشي هنقول normal بس بما أنه هنا تلاحظون أنه تاكي كاردية فمن تلاحظون إيش حالة إذا ناخذ هنا وابلك عند أبراتي كاردية بعد أن هنا هن مرتاكي فهاي راح تكون هنا إذن ساينس أرضمية اللي يقام ال inspiration وال expiration هاي هنا نوع ما تكون واضحة وحلوة كلش زين آآ ناخذ الكارديةك أكسيز من و 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 أ خ Nevertheless أ من because أ Personally شف ما يعني ما هذا كل ارتفاع بسيط. هم اننا قدنا نباوه على غير ليدات على مدى نشوف ذلك مشكلة. بس اول شي خلين نشوف البيو ار انترفال. بيو ار من النار هنا. تقريبا تطلع خمس مربعات. ما يعني مربع شبير واحد. فالطبيعية ما ما عندك كوندكشن بلاك. زين. اه قلنا منه اخوه الليد تو. اخوه الليد ثري. فمني جينا نباوه هايسة. الاستي سيغمت ايزالي كتريك. اذا ما عندك مشكلة. فمن نباوه على باقي الليدات بكل احوال هنا. ايزالي كتريك. ما ما عندك مشكلة بالاستي. نباوه على ايش اسمه? الفي وان. هي انا ايزالي كتريك وش ما بيها? الليد تو كذلك. اللي ثري فهذا منها رح يكون نور ماضي سي جي. اه اياه بعض ما بي اي شي. زين. اهنانا دا تلاحظون خربطة كل شو هاي. فاول ما تشوفوا قبض تقولون يعني بدون اي داخل. اذا عدنا اي سي جي ثاني جبت من النت. نقرأ شنو. هاي مال صفات شنت بسوي لها الهويات مالتها. بسيتها. هلو صفة. يا ضباي يو باي. المهم. اه شنو بعد عدنا. ايسا هذا اول من التنقيس. اللي فيور نشوفه من جو اذا هو طبيعي. اله. نبدي بعدين نحوال على اللي تو. نشوف الرذم. الرذم الى حد ما طبيعي. اهنا ما حاطينا ستربلغ. فنعتمد بس على هذا الموجود هنا. الرذم طبيعي. مسافات بيناتن. فنشوف بعد المربعات. اول شي نقول الرذم طبيعي. ريجولر. نشوف المسافات بيناتن اللي هي تقيبا. مو لا دقيقة. بس المسافة تقريبا ثلاثة وربوع ثلاثة ونص. بيناتن. فاحنا نحسبها ثلاثة. او اذا اكثر عادي عن ثلاثة ونصية. مهم راح يكون بحدود تسعين الى مية. واللي هو الرجولر. فما عند اي مشكلة. زين باوع اللي دوان. موجب. الاي في اف هم من اموجب. فراح يكون وهذا الربوع. اللي هو ريجولر. زين. اهنا مكاتبين اللي دات. مو خاش صغيرة. مسينا من السبق لاتبه. هذا اليدوان وهذا التو هذا التري. اوكي. زين. آه هناك اهنا كاتب هو هذا مرفوذ اللي تو. زين. او المباوات اي في ار صار من من جوادين الربط الطبيعي الوراء نحور على ال اي في تو اللي تول افو اه الردم هنا دا نلاحظا المسافات متساوية فراح يكون راقل للردم نجلسة بالمربعات هما لنفس الفكرة تقريبا انا ممكن تطلع اربعة مربعات يعني ذانا جماعين اربعة مربعات تقريبا فالهارت ريت حيكون خمسة وسببين هي شي واللي هو راقيلار يعني اه نجيب عني ندور على مشاكل همانا نرجع نبقى على اللي تو اللي تو اول شي نشوف الدوريشن دوريشن نوعا ما طبيعية همانا فاكوش ما بيها الارتفاع والدوريشن ما البي طبيعية الكيوار اسمنا طبيعية ما بيها اي مشكلة ها بنسبة لللي تو نجي هناللي دوان وهذا قلنا تو فانبقى على اللي دوان لي دوان همن اسي سيغمت ملتب طبيعية الفيوان بالله همن الاسي سيغمت طبيعية ما عندي اي مشكلة وباقي اللي دات كذلك ما بيهن ذاك ارتفاع ما بيهن مشاكل سوالي فين طبيعية فاهمين راح يكون هذا نورمال اي سي انا منك العادة نبقى على الاي فيار راح نشوف شوف اجوا في الربط طبيعي عدنا اللي تو هنا مرات مثلا ينطون ليت فايف لا تخربطون انتو تبعون بالدرجة الاساسية على اللي تو نبقى على اللي تو نشوف الربط مالتا طبيعي فما عندي مشكلة الريت مساحبة تقريبا من ثلاثة ونسكة العادة فجز تسعين اثمانين فالهارت ريت ما انتهاملها راح يكون طبيعي نجي نبقى هنا هنالكارديك اكسز اول اللي اكسز هنا كدر نقل سالب اذا شوفواحد هنا وه�데 ما اللي توصله سالب واحد هذا. سالب واحد او صفر. مو مشكلة. نقول صفر عادي. باعتبر متساوي له. ايه انسي هنا مبين عبالة كالة. نقول صفر عسن. زيان صفر. نباو على ال اي في اف. ال اي في اف موجب. اي. احنا ادي مشكلة بالكيو. مسلا نشوفها. المهم الاسماتها طبيعية. بس ال ال ار شبيرة فراح يكون موجب. اذا بما انه ها بالمناسبة الحالة ما حجيت عليها انا. اذا واحد من عدهن صفر. اوكي. اذا صفر فانت تطبق على هذا المحور يعني. فاش ما يكون الرقم الجاي. رح يطبقويا ضبط. يعني هاي الحالة عدنا سمول. قلنا ال وان صفر. فبعناه هنا. اوكي. اش قد ما يكون ال اي في اف. رح يكون تسعين. زاوية تسعين يعني. نفس الشي اهم انه اذا ال اي في اف صفر. اوكي. رح يضال على هذا المحور. اذا صار موجب فيكون عندك. اش اسمه? الاكسس صفر. اهم نفس الشي اذا الاي في اف صفر مثلا وهذا كان سالب. رح يكون عندك الاكسس مية اثمانين. واللي هو راية اكسس دي هيجين. اي مهم. اه هنا رح يعتبر الاكسس طبيعي. نجم باوه على ال لي تو. لي تو. شوف البي مالتها طبيعية. البي ار انترفل. هم طبيعية. الارتفاة ما الكيو ار. طبيعية. بس هناك مشاكل نلاحظ بالكيو. فنروح ندورها بغير لي دات. الاستي بي شوي ارتفاع بسيط. بس مو هذاك الارتفاع. هم نقدر نشيكه. فنحنا وشي سنشوف باس اهنا لي تو. اوكي. الشي اسمه لي تو الكيو مالتها عالية. اللي تو هو اخو اللي ثري العفو. الكيو مالتها شبيرة. هو اخو اللي تو. فاخوهم اللاخ بعد الروح نباعل هو ال اي في اف. ال اي في اف هم بي نقصان. فمثل ما قلنا تقريبا نوصل للثلاث. فهذا شنو هذا عنده او 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 اي اوكي. او هسا مثل ما شرفنا باللي تو شوي اكو ارتفاع بسيط. فهمنا نشيك على الاستي. الاستي هنا ايزو اليكي تريك ونشيك هنا اا اا اكو هم ارتفاع بسيط. فاحتمال عنده يعني هو ما عنده احتمال دي صر عنده او اي جديدة هم منه. اوكي بس مو ذاك الفرق. وثل ما قلت لكم احنا لازم باس انا تعتبر ايزو اليكي تريك. ما يعني قلت لكم لازم فرق مربع على الاقل. احنا طابق اصلا. ما عنده شي. ما دام اللي 정도 ذات الشسمة اثنين طبيعية بس واحد شوية به خربطة عادي. قلنا اغلص. فهذا ش عنده هذا س عنده او 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 اي اوش اسمي. باقي 는지 ولفحت شانوها. ازين. فهذا ما راح هنا ما راح اتقول نور مبيس imagine ما دام عنده او مو Entãoary se 열심히 ازين. اللي وراه حسن بايه اهنا ادنا هذا هذا ليت zost sole بس ما مكاتبي. هذا يتبع على الرذم مو طبيعي هناك زيادة وكناقصان بس شسمها نتلاحظ هاي اللي شن هنا هاي القمزات اللي هوايه طبعا هاي من بحثت عنها هي هاي المفروضة سهادة يعني غششكو من هذا ما المكتوب عندنا بالمنزمة انو البي ويف ما تظهر بس هو اللي قصدي يعني ما تظهر ببي ويف يعني نقدر نقول عليها بي ويف هاي اللي هاي سموها مثل الاف ويف اعتقد لقيت واحد ديش كاتفة اف ويف لان هوية تيجي كويفات وكل هناك صار كلش يعني ما يعبرا تشوفوناك شن نعبالك مربا وكلها مني صار العابرات بس اكثر من واحدة بسرعة فهذا اترياض فبريديشين اللي هو صار الشسمة الفايرينغ ريت ما الاسعينوات كلش عالي بس ممكن هندي عبران اللي دي عبران كام واحدة للي بس احنا عموما نقدر نقرار الباقي واعتقد اصلا اذا لقطت الته المشكلة قبضني يعني حقول الكاهر وحقعد لان شوي نوع ما ممكن واحد صعب يلقطها خاصة ان هي شسوالف زين اه اه الشسمة الرذيم الرقيلار الرأي تقدر تحسبه منانا خلي نقول او منها راح هاسبواني واثنين ثلاثة اربعة خمسة ست ناشتناعش تلطانش اربطانش اوكي الهنا خمسطاش فاذنين اثنين ثلاثة اربعة خمسة اوكي خمسة خمسة في اشري مية اوكي اه مية راح يكون طبيعي وهنا ممكن راح يكون تاكي كاردي اذا اخذنا يعني هو اترى فبريلايشن فما نقدر نقص على هاي شي اه بالنسبة للكاردي اكسز هنا يعني الار شوية بينه بس تعتبر موجب عادي اه بالنسبة للأي في اف واضحة فراح يكون نورمال اكسز عنده زيان اه مشاكل بالبي وايف ما نقدر نقدرها ان هو اصلا عنده فبريلايشن اه الاستي سيقمت ما ما عنده مشكلة اوكي سعب اللي تو ما عايزه الكترك يعني طبيعية الشسمة اللي دوان همينا عايزه الكترك هنا صار عنده مشكلة من وراء اللي يصير فما نقدر نقص بعد هاي استيس طبيعية هنا باللاترال بول هنا الاستيس طبيعية بالفور وهناها من طبيعية بالشسمة بالثري ولونها شوية تعتبر نازلة ما سياني لا حد يما كنا طبيعيات طبعا من المناسبة اللي كان عرضيهم بالمختبر احنا قلنا لها الدكتورة ضلال ومحاسن ان يزيزوهم ان قالوا لا راح نبتحنكم بهن واصلا جالنجهات بالمختار سهلات فا يعني على قد موادتنا نسا ينذلي لميتهم من النت فنوع ما يجز بهن صعوبة مو اللي كلش تركزون عليهم بس كفكرة عامة للاشياء اللي احنا نحتاجها زين هسا يمانا كالعادة الاي في ار ربط طبيعي النيتونج مباوعة الرذم منتظم في مسافة ثلاث مربعات على ثلاثة مية راح يكون طبيعي اه الكارديك اكسيز هذا موجب هذا هم موجب فراح يكون نورمال اكسيز بعد نجي نباوعة ذاك ومشاكل هنانا البي ويف ما بيها شيء الكوار اس ما بيها شيء الاس تي طبيعيه الاس تي هنا هم طبيعيه الاس تي اه هنا اصلا كل شيء ما بيها شيء بس هنا تلاحظونا يكون مشكلة البي ار انترفال طويلة فنشوف المسافات على مدر حد مدان طويلة معناها اكوه شي اسمع اه كندكشن بلوك فنحاول نحدد نوعيته في انا مسافة عفو منا لهنا واي منا لهنا مسافة منا لهنا منا لهنا مسافات متساوية فهذا راح يكون فرز دقري اوكي اه ها نوعيت المشكلة اللي عنده وبعد شنو هس هذا اللي وراه منه نعيد نفس الشي اسمع القوانئ اه هنا راح يكون الريقلار حتى لو اذا شوفون يعني فكرة انه هذين يثني هم التساويات مدر شنو لا هذا الريقلار فمن ناخذ مربعات مدر شنو اعتقد منها اذا ناخذ منها الهنا يكون كلها تكون خمسطعش غالبا بالنظر بعد النوع ما تبين منها الهنا من يكون مية طبيعي نبض ماته الشي اسمع الاكسيز موجب هذا تقريبا صفر اقلت لكم سيصير نفسها الحالة هذا صفر بس هذا موجب فراح يطبق منه على الصفر فيكون الاكسيز طبيعي ازين نبدو نشوف مشاكل اهام شنو ها تلاحظون هاي بي ويف بي ويف لسه طبيعية مادنة مشكلة بها الاستي ها من طبيعية باقي الاستيات هاي طبيعيه طبيعيه ما بها شي بس بقل بي ويف هاي بدايتها اوكي هاي هنا صارت اطول اهنا نجتنا بي ويف بس بدون الكيوار اس واذا يكون من النوع الثاني. اخر واحد عندنا. البقية تقولون تدورنا نطلعهم العام. المهم بعد وصلت للأفكار العامة. نرجع كالعادة. هذا رضم طبيعي. بس هذا نبين من المسافات اللي عنده عنده برادي كارديا قبل. فحتى هميه تجرسنا نسقيس النبض اللي نبينه. واذا نريد نقيسه فهنا هاي اربعة. هاي ثلاثة سبعة. ثلاثة هذا موجب. بس بقى من وراء البرادي كارديا حتى يقوم بعد ما يبين هو ايش اسمك وارسات. الاي في اف. هاي نعم بينه عندنا. اما صفر او موجب يكون. فبكل احوال حيكون نورمل اكسز. بقى شنو عندنا. انا يمكن باوات على هاي نقصت. ايه مرفوض هاذا اللي يتو. منتبهت. ما دل علي من باوات. المهم هو هنا هميه الرذم الطبيعي وكل ما بي. ايه. نشان مرفوض الباو انا. هم الرذم الطبيعي وهم المسافة. هم نفس الشي. هو عادي ممكن يعني يقاسم من اي ليد. بالمناسبة ومو مشكلة. بس احنا نركز على ليتو لها مرات انطول ستريب. هو من اكثر اغلب المشاكل درسناها عالية. فنقدر نعرفها من خلالها. بس انا باش تلاحظون. ويا البراديكار دي اللي ده صير. اه. هاي هنا نقدر نعتبرها. اوكي تي ويف مو مشكلة. هاي تي ويف. بس هاي هنا بي ويف. هنا بي. هنا بي. بعدين يالا كيوار اس. اوكي. بي بي بي. انا دي صار احنا صار ادنا من النوع الثالث. يعني. نعم اذا نقول هاي تي ويف. اوكي. اه. هاي بي بي بي. فهذا من النوع الثالث. واضح لها الدمه. واذا اصلا كلش واضح يعتبر. واذا زين لقيت هاي الصورة. المهم. طبعا لقيتنا انا وشهز ما اخذت لها فا نسيت الصور. زين ذكرتين. امهم ايه هاذي هاذا الي سيجي. ويعني بسيطة لها الدمه. ممكن لسه شويش اه الحجي اللي حجيته بتعقيدات. وهاي الصور ممكن معقدة شوية. وانا كتوال في جزمان انتبه لها. بس اه اللي نعرضها بالمختبر يعني ثمانين بالمئة من ادهن سهلات. واصلا اغلبها قريبات على النورمال. يعني عبارة عن كاردياك اكسي زي تشي. كلش قليلة هالي سوال فيسا يعني ما الكون دكشن يكون كلش واضح اللي يجيبو. الفيبراليشن اصلا ما اعتقد شفت جابو. جابو غير قروبات. بس قروبي ما اتذكر جابو في بلايشن. فاي بالتوفيق.